علم أنهم يقولون الزيذية أقرب الناس إلى أهل السنة يقول إن الذين قالوا هذه المقالة لم يدرسوا كتب الزيذية حتى يعرفوا عقائدهم فالزيذية منهم من يعتبر الشاهعية كفار يعتبر الأتراف كفارة حتى أن أسماعيل بن القاسم وهو أبو المتوكل نعم ألف كتابا بعنوان إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشواجع يقول إنني لا أخاف فيما أخذت من أموالهم ولكن أخاف فيما تركت لهم أي عاقبا يا الله لماذا تركت هذا المال لهم وهم مجبرة أي تقولون الله جبر العبز على عمل المعاصي وهذا ليس بصحية شافعية ليس بمجبرة فماذا ونحن بحمد الله كتبنا كتابه في مجلدين بعنوان الزلزال لنفس أفاطيل أهل الرب والاعتزال وهو مطبوع منشور والفرض لها لله وجن جنون أهل صعبة والشيعة ولكن الكتاب من قول من كتبهم والحمد لله كماذا برك الله بكم فأيضا شعة الهمان غالبهم روافظ خالدهم روافظ حتى قال بعضهم ايتني بزيدي صغير مجد منه روافظيا كبير شكرا للمشاهدة